نمبر سيفن بيقول لي بياخد سيمبل اي مش مهم هو ما طلبش السيمبل مطلبش كالانده يقول ليكسبرس ات ان الميكرو امبير طيب انا دلوقتي عارف ان الميكرو اللي بياخد سيمبل ميو الميو عشان خاطر تكتبها بتكتبها يو وتعمل شرطة من النحية دي بقت ميو او تكتبها ام وما تكملش الشرطة اليمين فهي يا اما يو يا اما ام بس مديها على يو يعني لاي ولا منها ام ولا منها يو ما علينا اه خلوا بقالكم ان في فرق ما بين التلاتة الام الميو الام دي كده ميلي مايكرو ميجا فخلوا بقالكم التلاتة ما بتكتبوش زي بعض فيه ناس بتحول من هنا هنا على طول او من هنا هنا على طول بس حضراتك انت لو عندك سبع يبقى انت عشان تحفز كل التحويلات من واحدة للتانية او على الاقل تكتبهم ده حاجة مرهقة جدا 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 اللي هو انت هتعملها كده هتحفز حوالي 42 تحويلة تقريبا فليه يعني ليه الانسان البني ادم يعمل في في نفسه كده او حتى لو هتقول لي اوبن بوك يا مستر هتكتف صفحة كاملة 42 تحويلة الموضوع صعب قوي انا همسك دوت كده عايز اشيل الميلي يبقى هشيل الميلي وحط مكانه يبقى كده بقت خلصة الخطوة الاولينية ان انا اشيل الميلي يبقى حط طب انت عايز تعمل ايه عايز تحط مايكرو لما تحط مايكرو فو يبقى لازم تحط مايكرو تحت او لما تحط يبقى لازم تعمل له ديفايدد او تحط يبقى لازم تعمل ديفايدد للفاكتور بتاعه يبقى كده لما تيجي تحسبها هتطلع لان انا كل اللي انا هعمله همسك دول احسابهم يا اما تعمل نيجيتف سيكس يعني بلوس سيكس بقت بوست سري وكده بقت مايكرو امبير يبقى تاني انت هتشيل فاكتور يبقى تعمل هتحط فاكتور يبقى هتعمل اعتقد ان هي سهلة جدا يا اما ان انت تعمل زي وتقول انا لما حط حاجة تحت لازم احطها حاجة فوق يبقى لازم احطها تحت عشان ما غيرش في اعملها بالطريقة اللي تعجبك اللي اتنين صح طيب برضو يا جماعة اتفقنا ان احنا بنوقف الفيديو ونحاول ان احنا نحله وبعد كي نكمل هل بنعمل كده ولا لأ هو بيقول لي ان انا عندي بفايف سازن كيلو جرام يقول لي فهنا هو اليونت بتاعتي هي اس اي اصلا فانا مش هغير فيها حاجة يبقى انا الرقم ده عايزه يبقى ستاندرد يلا اعملها وشوفها تطلع كام بناخد اول رقم على الشمال ونعد الاصفار اللي بعده او اللي قابله على حساب هو عامل ازاي يبقى ادوات كده يطلع طيب لو عملتها صح حاول بقى في في بي بي يقول لي speed of light through space is about three وجنبيها تمن تصفار ميتر بير ساكن يلا اكتبوها لي برضو نومر الفورمولا بناخد اول رقم على الشمال المفروض انك وقفت الفيديو وحليت بتعد الارقام اللي بعده طلعوا تمانية يبقى معنا كده داوت هيبقى ايكوز three time is ten power eight meter per second برافو عليكم لو حلتوها صح ااااا انما لو حل ما حلتوش وسبتو الفيديو يشتغل يبقى معنا كده انتو بتخدعو نفسكم كده كده في كويز بعد الفيديو طب يالله ناين اخر مسألة في الحصة عندي بيقول لي اكتب دول في النومرال فورمولا standard formula in writing numeral بيقول لي ميلي جرام اكتب هالف الكيلو جرام اتفقنا ان انا بشيل الميلي احط ما كانه يبقى ده كده عايز احط الكيلو يبقى ده كده يبقى والجرام زي ما هو لما اجي احط الكيلو فوق يبقى احط كيلو تحت الكيلو التفاقنا اللي هو كيلو وفير كيلو هو ما عملتش حاجة اما انك تقول لعشان احط اه بروفكس يبقى اعمل للفاكتور بتاعه يبقى كده تن بور نيجتف سيكس كيلو جرام يبقى كده خلاص انا كتبتها في ستاندرد يلا حاول في بي اشتغل معي في بي بيقول لي انا عايز السري عايز اكتبها بالميلي ساكند تفاقنا انا لو عايز احط الفاكتور يبقى او احط البرفكس يعمل للفاكتور بتاعه الفاكتور بتاع الميلي يعني عشان احط ميلي فوق احط ميلي تحت فاكتور بتاع الميلي اللي هو تن بور نيجتف سري يبقى ده كده هيطلع ايكول سري تايمس تن بور نيجتف سيكس ميلي ساكن اعتقد ان هي سهلة جدا مفهاش اي مشكلة مع كتر التدريب هتلاقي خلاص اي دجات عليها في سي عايز ايتي ايت كيلو جرام عايز يكتبها بالميتر فهنا عندي حاجتين هيتعمله اي هم اول حاجة ان الكيلو تتفك فهتبقى تن بور ثري كيلو جرام ايه يا محمد يا فاروق عب كده كيلو متر اول حاجة ان الكيلو هتتفك تن بور ثري تاني حاجة ان الرقم ده كده مش في الستاندرد نومر الفورم لازم يبقى رقم واحد دوت تن بور حاجة يبقى انا باخد اول رقم على الشمال عد الارقام اللي بعده يبقى ايت بوينت ايت طايمس تن بور كام طايمس تن بور وان يبقى تاني انا في حاجتين بعملهم لو عندي بفكو لو الرقم دوت كزا رقم يبقى لازم اخليه في الفورم ده يبقى كده ده هيبقى ايت بوينت ايت طايم ستين بور بوست فور ميتر ده كده الصح بتاعه طيب اتمنى ان انتو تكونوا فاهمين الموضوع ولو في حاجة مسلا وقفت معنا في الهومورك او كده فانت ممكن انك تبعث لي على الواتساب او ان انت ممكن انك تسألني في اللايف ان شاء الله شوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع اللي جاي اشتركوا في القناة